في التلاحم القريب ما بين رجال المقاومة في حرب الشوارع وحرب العصابات والقتال ضمن المناطق المبنية هذه وسائل عبت شواض المناسبة هذا هو الملف التعريفي هذه أثبتت فعالية توجدتها هي من شواض واحد إلى شواض سبعة وكانت سابقا كمية المتفجرات فيها مئة كيلو تم تخفيضها لغاية 25 كيلو على شكل مخروطي للقذيفة وباستخدام مادة النحاس هذه يمكن أن يتم تثبيتها في المناطق التي قد تسلكها الآليات المعادية على الطريق أو على جوانب الطرق وتتم توجيهها باتجاه الآلية وتفجر سلكيا كهربائيا من مسافة وتحدث نسبة تدمير واختراق عالية إذن هذه عبوة ناسفة مضادة للدبابات أو مضادة للدروع لأنك تفضلت بالحديث عن أن هناك مخروط أو قمع نحاسي لتوجيه سيالة نارية نعم يمكن أن تكون من الأسفل أو يمكن من الجانب عبوة ناسفة وتستخدم ضد الآليات وضد الأفراد وستم استخدامها في الأيام الماضية بشكل كبير عبوة العمل الفدائي تحدثنا عنها عدة مرات هذه العبوة مصنعة من مادة مغناطيسية تحمل كمية من التفجرات تزيد عن ثلاث كيلو سهلة الحمل سريعة التجهيز يتم وضحها على الآلية بين مناطق الوهن مناطق الضعف الآلية بالمنطقة الخلفية حيث يتم تكديس الدخيرة ما بين جسم الدبابة والبرج أو في المنطقة الأمامية التي تكون عند ناقل الحركة للجنزير هذه جندي للقسام البطل عندما يضحها على الآلية يضحها في هذه واحد نقاط الوهن أو الضعف ويتم تفعيل النابض تحتاج إلى سبعة إلى ثمان ثواني للتفجير يضحها ومن ثم يختفي هنا نقطة مهمة أريد أن أستفسر عنها يعني ثلاثة كيلوغرامات ثلاثة فاصل اثنين كيلوغرام هو الوزن الكلي ولكن الشحنة الناسفة عبارة عن ثلاث كيلوغرامات تقريبا وبدون قوة اصطدام مثل قذائف المضادة للدروع كيف يمكن أن تحدث كل هذا الضرر بجسم المدرع هي ترادفية يعني الحشوة نفس ترادفية هذه منصممة ويعني تم تطويرها بأيدي رجال المقاومة وأثبتت نجاعتها ونجاحها في تدمير العديد من الآليات تدميرها أحيانا قد تكون تدمير كامل أو تدمير جزئي تعتمد على مكان التصاق المغناطيس طبعا نحن نحكي عن هذا الجندي الذي يظهر من نفق أو من تحت مبنى بوقت قياسي يهرول أو يركض باتجاه الآلية قد لا تكون الظروف دائما مناسبة أن يتم وضحها في نقطة الضعف معينة إن كانت في نقطة الضعف تحرز نسبة تدمير لكن إن كانت في نقطة غير نقاط الضعف قد تؤدي إلى عطب الآلية أو الحاق نسبة الضرر أو تدمير في الآلية يعني على أقل التقديرات في حال نجح المقاتل بالوصول إلى الآلية فهو يخرجها من القتال إما بالتدمير أو بالإعطاب يعني يمكن أن تخرج من القتال ويمكن أن تستمر بالقتال بتدمير جزئي لكن نحن نأخذ بعين الاعتبار أن الرواية الإسرائيلية أو الرواية لرجال المقاومة شاهدنا العديد من الآليات تم استخدام عقوة العمل الفدائي بحقائق موثقة وأنه كان فيه تدمير الآن هل كان التدمير مئة بالمئة؟ لا نستطيع أن نلزم بذلك لكن إن كان لآلية لنقل الجند قد تقتل من هو في هذه الآلية قد تكون دبابة ميركافا أربعة وكانت الظروف الملائمة في أحد نقاط الضعف تلحق نسبة تدمير عالية فيها لكن قد أنه ما تكون قاتل مئة بالمئة تعتمد هذه حسب الظروف وأين يتم تفجير هذه العبوة لكن من الحقائق أنها أثبتت نجاحها خلال العمليات سيادة اللواء عندما نتحدث عن الإعطاب هناك فرق بين الإعطاب والتدمير والإعطاب قد يتسبب بتحويل المدرعة إلى هدف ثابت يسهل التعامل معه لاحقا الآن نفترض أنه صار في قطع في الجنزير وتعطلت الآلية وهنا تصبح هدفا سهلا لرجال المقاومة لأسلحة الميمدال لأسلحة الميمدال في مراحل لاحقة الآن هذه الآلية عندما تتعطل تحتاج إلى وينش لجرها من منطقة العمليات الآن قد يكون كمان القوة التي ستقوم بالإسناد الفني لجر هذه الآلية ستكون مستهدفة لذلك الشيء الآخر أنه عندما يحدث عملية إصابة لهذه الآلية ويحاول الأفراد أن يخرجوا من هذه الكتلة الحديدية بيكونوا صيد سهل كذلك لرجال المقاومة ترجمة نانسي قنقر